واصل مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جولته بقرية سيدي عبد الرحمن بمدينة العالمين بمحافظة مطروح التي تشهد افتتاح عدد من مشروعات التنمية المستدامة بها والتي قام بتنفيذها صندوق تحيا مصر بشراكة مع شركة اعمار مصر ومن أبرز المشروعات التي تفقدها رئيس مجلس الوزراء المدينة الشبابية الرياضية بقرية سيدي عبد الرحمن ومكتب للتوثيق بمجمع الخدمات الحكومية بالقرية ومجمع المدارس الجديدة والمطورة ووحدة الطب الأسرة والطفل وخلال تفقده لمشروعات قرية سيدي عبد الرحمن زر رئيس الوزراء ومرافقه مدرسة تحيا مصر الابتدائية التي تم بناؤها وتجهيزها بواسطة صندوق تحيا مصر في إطار تنفيذ المجمع التعليمي